صحبت اليوم قرأة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت عشرين عام والتي ستجري في أوزباكستان في شهر آزار المقبل حيث ألقعت منتخبنا الوطني للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب أوزباكستان، اندونيسيا والعراق فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر، أستراليا، فيتنام وإيران أما المجموعة الثالثة فقد ضمت كوريا الجنوبية، طاجكستان، الأردن وعومان في حين ضمت المجموعة الرابعة السعودية، اليابان، الصين وقرغستان وقد وصف المدير الفني لمنتخبنا الشاب مارك القرعة بأنها مسيرة للاهتمام وأضاف بعد بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ عشر سنوات سنلعب في النهائيات مع منتخب البلد المضيف وأحد المرشحين للفوز باللقب منتخب أوزباكستان إضافة إلى أندونيسيا التي تأهلت كبطلة للمجموعة السادسة في التصفيات ومنتخب العراق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة ونوها مارك إلى أن البطولة ستشكل تجربة رائعة لللاعبين السوريين من موليد 2003-2004 واختبار جديد لمتابعة قدرات لاعبين الشباب على المستوى الدولي وتابع قائلا علينا أن نستعد بشكل جيد حيث يعاني معظم لاعبين منتخب الوطني للشباب في الحصول على أوقات جيدة للعب في أنتيتون لذا فإنني سأجلس مع مساعدي معن الراشد والكادر التدريبي ومع الاتحاد العربي السوري لكرة القدم من أجل وضع برنامج تحضيري جيد وقوي للنهائيات اشتركوا في القناة